اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم بواسطة برنامج بوربوينت في هذه المحاضرة راح نصمم بوستر لأشهر المخترعين في العالم طبعا كالعادة راح نحذف التكست أريا ومن تصميم راح نغير عرض الشريحة إلى 16 في 9 في البداية راح من إدراج راح نضيف شكل وطبعا هذا الشكل راح يكون هو نصف دائرة هذا الشكل راح نضيفه بهذه الطريقة طبعا ممكن نكبر يعني نكبر عرض الشكل بهذه الطريقة خليبيه المنتصف وطبعا نقلل من السمك ومن تنسيق بلا مخطط تفصيلي نضغط كليك أيمن تنسيق الشكل وطبعا نختار تعبئة متدرجة نختار هذه التعبئة فقط نحذف اللون الأسود راح نوزع التعبئة بهذه الطريقة راح تكون التعبئة بزاوية مثلا صفر أو ممكن 180 ممتاز إغلاق طبعا راح نستنسخ هذا الشكل الآن راح نضيف دائرة هذه هي دائرة بهذه الطريقة وبهذا المكان جيد من تابعة الشكل راح نضيف صورة نملأ هذه الدائرة بصورة طبعا راح نختار ابن سينة بهذا الشكل طبعا ممكن أنه من المخطط التفصيلي ممكن نختار وزن خفيف وطبعا ممكن نختار بهذه الطريقة ممكن بهذه الطريقة نختار لون ممكن يكون اللون الرصاصي الفاتح جيد الآن طبعا نحدد الشكلين ونستنسخهم بالمفتاح كونترول شفت أيضا بهذه الطريقة كونترول شفت جيد نحدد هذا الشكل وطبعا راح نقلبه بزاوية 180 درجة بهذا الشكل الشكل الأول راح يكون لأديسون من تنسيق تعبئة الشكل نختار صورة ورح نختار أديسون طبعا أديسون يحتاج الصورة تحتاج إلى احتواء من اقتصاص احتواء بهذا الشكل وطبعا نضغط كونترول شفت وحتى تكبر بنسبة وتناسب بهذه الطريقة ممتاز وهذه الصورة راح تكون لإسحاق نيوتن تنسيق صورة ورح نختار نيوتن أيضا الصورة تحتاج إلى احتواء حتى تكون أجمل وطبعا كونترول شفت بهذه الطريقة ممتاز راح نضيف النصوص من إدراج مربع ناص بهذه الطريقة راح نكتب ابن سينة ابن سينة وطبعا راح نختار فونت الجزيرة جيد ممكن نكتب تاريخ ولادة ووفاة ابن سينة طبعا من تسعمية وثمانين إلى ألف وثلاثة سبعة ميلادي طبعا أيضا راح نختار فونت الجزيرة ورح نختار لون مثلا راح يكون اللون البرتقالي هذا اللون نصغر الحجم بهذه الطريقة ممكن أصغر يكون ممكن اطمعش الآن راح نضيف ناص طبعا الناص الخاص بابن سينة هذا هو الناص راح نضيفه بهذه الطريقة وايضا راح نغير إلى فونت ممكن الجزيرة لايت ولا بأس انه يكون بكشيدة وطبعا ممكن يكون 13 مناسب ايضا طبعا بإمكاننا انه نختار كتلة كبيرة بهذه الطريقة طبعا ممكن تنزل سنة ونزيد ممكن يكون 20 للاسم نستنسخ كل هذه التفاصيل ورح نخليها بهذه المنطقة وطبعا نستنسخها بهذه المنطقة الدسون راح يكون بهذه المكان طبعا نضغط كلك ايمن و اي وايضا راح يكون المواليد وايضا فئة الاختراع راح يكون ايمن بهذا الشكل وطبعا اسحاق نيوتن نحدث النصوص فقط فقط تحديث للنصوص بهذه المنطقة نضغط حرف اي حتى يأتي الناس بنفس التنسيق السابق ايضا بهذه المنطقة نلصق فقط كلمة المبادئ نعدلها نلاهظ انه اصبح عندنا تصميم جميل الان فقط راح تنزل هذه الاشكال الى الاسفل بهذا الشكل وراح نضيف هنا العنوان ممكن هذا العنوان نختاره هنا اشهر ثلاث مخترعين بالعالم طبعا ممكن يكبر حجم الناس بهذا الشكل وطبعا ثلاث مخترعين ممكن تكون بهذا اللون وراح نضيف شكل هذا الشكل ممكن يكون بهذه الطريقة وايضا بلا مخطط تفصيلي تعبئة الشكل ممكن تكون متدرجة تدرجات اضافية وطبعا نختار تعبئة متدرجة ومن ثم اغلاق بهذا الشكل لاحظوا انه اصبح عندنا تصميم جميل ممكن طبعا هذه الامور تنزل الى الاسفل تنزل الى الاسفل بهذه الطريقة تكون اجمل ممكن الاسم يصعد الى الاعلى وهذه الاجزاء تصعد وطبعا ممكن انه هاي الاجزاء كلها تنزل حتي يصير عندنا متسع للعنوان مثل ما تلاحظون تصميم جميل وانيق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى